مثل ما قلنا لكم مشاهدين الكرام الأسرة في الحلقة تقدم العديد من مواضيع خاصة بالأسرة ننتقل معكم الآن وبث مباشر من مكة المكرمة وزميلتنا ريهام البوري نشوف اشي عندها من مواضيع ومن موضوع لهذا اليوم جاهزة معنا ريهام؟ جاهزة يا هلو سهلا يا ريهام كيفك يا يمي الله يسلمك ما شاء الله نشوف الأفواج من هنا وهناك لمكة المكرمة ما شاء الله أكيد يعني والله كل يوم أعداد كثير بتتوافد إلى منطقة مكة المكرمة أكيد لا داء مناسك الحج غير كده أنه نحن في كل يوم يمكن بنغطي الخدمات اللي بيقدموها سواء كانت قطاعات حكومية أو حتى خاصة صحيح ما شاء الله إيش في جعبتك اليوم يا ريهام؟ اليوم يمكن أمسا تكلمنا عن مهنة الطوافة لدى النساء اليوم أكيد رح نتكلم عن مهنة الطوافة للعنصر الرجالي أكيد ومهنة الطوافة هذه يمكن مهنة قديمة جدا صحيح أكيد وجميل جدا إذن ننتقل إليك وتفضلي معك الصوت الصورة ريهام مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من هنا من مهبط الوحي مكة المكرمة طبعا أكيد واليوم بإذن الله سنتحدث عن مهنة الطوافة هذه المهنة أكيد اللي اشتغلوا فيها آباءنا وأجدادنا منذ القدم رح نتعرف اليوم بإذن الله عن هذه المهنة مع المطوف زهير عبد الحميد سدايو عضو الهيئة العليا لمؤسسة أرباب الطواف أستاذ زهير أسعد الله مسائك ومسائك أهلا وسهلا شكرا أستاذ زهير في البداية طبعا بنتكلم عن مهنة الطوافة مهنة الطوافة يعني مهنة جدا قديمة اشتغلوا فيها آباءنا وأجدادنا غير كده أنه هي كانت مقتصرة على عائلات معينة في منطقة مكة المكرمة مهنة الطوافة طبعا هي مهنة أختصت الله بها سبحانه وتعالى أهل مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن طبعا وهي زي ما تفضلت أنت قبل شوية لها تاريخ عريق في عمق التاريخ مبدأة الإسلام تطورت مهنة الطوافة عبر الغصور إلى أن بدأت المملكة العربية السعودية وصدر أول تنظيم لمهنة الطوافة في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراء ثم تطور هذا التنظيم من عهد إلى عهد بدأت مهنة الطوافة كمهنة فردية كان مطوف عائلته يمارسون هذه الخدمة في استقبال الحجاج وفي خدمتهم في مكة المكرمة في المشاعر المقدسة في المدينة المنورة في منافذ الدخول إلى أن تطورت هذه المهنة وأصبحت في بداية عمل 4 تقريباً من 2 تحولت من العمل الفردي إلى العمل الجماعي وأصبحت مؤسسات تكايانات كبيرة اجتمع المطوفين حول هذه المؤسسات وأصبح عمل مؤسساتي يقدم لخدمة ضيفة الرحمن أنشأت في مكة المكرمة حوالي 6 مؤسسات موزعة جغرافياً وفي المدينة المنورة مؤسسة وفي جدة في منافذ الدخول في منافذ دخول المملكة العربية السعودية ومكتب للزمازمة كل هذه المنظومة تسمى منظومة أرباب الطواف كلها منظومة متكاملة تقدم خدمات لضيفة الرحمن في مكة المكرمة مشاعر المقدسة المدينة وفي كل منافذ الدخول في المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج وتهيات نقلهم ومتابعة سكنهم وإعاشتهم وتجهيز مخيمات المشاعر إلى أن يؤدوا إن شاء الله شعرتهم بيسر وسهولة بكل يسر وسهولة طبعا أستاذ زهير لو جينا نتكلم عن الخدمات التي تقدم إلى الحجاج زمان يمكن كانت الخدمات جدا بسيطة كانت الإمكانيات جدا بسيطة الآن مع ازدياد أعداد الحجاج وخاصة هذه السنة يمكن زاد أعداد الحجاج بكثير عن زمان يعني لو جينا نتكلم عن الخدمات اللي بيقدموها مؤسسات الطوافة لهؤلاء الحجاج طبعا زي ما تفضلتي عداد الحجاج عداد كبيرة وخاصة في هذا العام ما شاء الله تبارك الله إلى الأمس الماضي يعني مليون وستمئة اللي دخلوا المملكة العربية السعودية وما زال القدوم يعمل نسأل الله أن نتقبل منهم أجمعين طبعا خدمات مؤسسات أرباب الطواف تبدأ من قبل الحج بفترات طويلة بالترتيب مع مكاتب شؤون الحجاج لتنظيم قدوم الحجاج وترتيب سكنهم ومتابعة كافة التجهيزات إلى أن يبدأ موسم الحج من بداية شهر القاعدة طبعا تعمل منافذ الدخول في المملكة العربية السعودية في جدة والمدينة في كل المنافذ البرية والجوية والبحرية مكتب الوكلاء الموحد يبدأ استقبال الحجاج في المنافذ ويكبل إجراءات استقبالهم وترحيلهم من المنافذ إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وترتيب نقل أمتعاتهم حتى يصلوا إلى مثلا اللي حيجي على مكة وعلى مكة واللي على المدينة على المدينة في المدينة المنورة تقوم مؤسسة لدي الله باستقبالهم وخدمتهم في المدينة المنورة طيلة فترة بقاءهم في المدينة المنورة متابعة أعمال السكن متابعة إعاشتهم متابعة أحوالهم ووضعهم الصحية متابعة التوعية التنسيق مع كافة الجهات في المدينة النورة كذلك في مكة المكرمة يضافي لهم في مكة المكرمة أيضا الخدمات التجهيز وخيماتهم في المشاعر المقدسة يعني منظومة كبيرة من العمال تقوم على خدمة ضيوف الرحمن مدينة كاملة في المشاعر المقدسة في ميناء وفي عرفات تنشأ لغرض الأيام معدودة ولغرض استقبال الحجاج تخيلي من ألاف العداد من الآمليين ومن المطوفين ومن كافة ابناء مكة المكرمة أكيد يعني كافة القطاعات تتضافر فعلا لتقديم كل ما بوسعها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لو جينا نتكلم يمكن عن دور المطوفة ودور المطوف الحج زمان يمكن كان دور المطوفة أيضا كان دور بسيط جدا كانت هي تستقبل الحجاج في بيتها وتقوم بعملية الإعاشة الآن اختلف الموضوع يعني أصبحت العداد جدا كبيرة أصبحت إعاشتهم أيضا تحتاج إلى مكان مخصص لتهيئة هذا الشيء لو نتكلم عن دور المطوفة ودور المطوفة قديما وحديثا كيف كان طبعا قديما قبل مؤسسات الطوافة كانت العائلة المكية وعائلة المطوفين جميعهم يجندوا لخدمة الحجاج بطبيعة الحال كان الحجاج يسكنوا في بيوت المطوفين وفي بيوت أهالي مكة الموجودين فكان الهالي في نفس البيت موجودين أو في نفس السكن وبالتالي العلاقة بينهم وبين الحجاج علاقة يومية وعلاقة مستمرة وعائلية وكل أهل البيت والرجال والنساء يساهموا في خدمة هذا الضيف وخاصة النساء كانوا طبعا كل ما نسميه بلانا الخدمات اللوجستية والخدمات المساندة كانوا كل العوائل في البيوت أمهاتنا وأخواتنا كلهم ساهموا في هذه الخدمة ونلاحظ أيضا تبادل الثقافات فيما بينهم تبادل العادات والتقاليد إبراز التقاليد المكية أيضا وإبرازهم يعني كمان بيعطونا إمكان من عاداتهم وتقاليدهم صحيح برز في حقبة العمل الفردي قبل المؤسسات بعض السيدات اللي كنت عملنا بنفسهن في السفر وفي استقبال الحجاج وفي خدمة الحجاج وبالتالي أجدنا التحدث بلغات الحجاج ومعرفة عادات وتقاليد الحجاج حتى يمكن الأكل احتباع أهل مكة يعني أيضا لو جينا نشوف يمكن كله مأخوذ من الدول العربية من مختلف الثقافات من مختلف المناطق فعلا صحيح صحيح طيب لو جينا نتكلم عن دوركم الفعلي يعني الآن باقي يومين على يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد ما هو عملكم الفعلي أنتم كمؤسسة أرباب الطوافة في هذه الثلاثة الأيام مؤسسات أرباب الطوافة الآن يعني زي ما تقولي أكملت المراحل الأولى من خططها التشغيلية والآن نحن على أبواب المرحلة المهمة في الحج وهي مرحلة ترتيب تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وبالتالي كمان متابعة خدماتهم وإقامتهم في المشاعر المقدسة في عرفات وفي ميناء وفي مزدلفة متافعة كافة الخدمات من سكن من عاشة من مواصلات وتنقلات متابعات الحالات الصحية للحجاج طبعا بالتنسيق والترتيب مع كافة الجهاد التوعية أيضا يعني جانب التوعية جدا مهم لهؤلاء الحجاج نعم برنامج التوعية يبدأ من قبل قدوم الحجاج هناك حقائب توعوية توزع لمكاتب شؤون الحجاج بكافة اللغات فعلا بكافة اللغات وتصل لدول الحجاج حتى لما يقدموا تكون عندهم الثقافة أو المعلومات الكافية في الحج أيضا خلال فترة إقامتهم في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة هناك جرعات توعوية كبيرة بمختلف اللغات في هذا العام قامت وزارة الحج بتفعيل برنامج الخدمات التطوعية والخدمات التطوعية جزء مهم في الحج ركز على الجانب التوعوي في الحج نعم تبلوجينا نتكلم عن مهنة التوافة طبعا كان زمان أيضا مهنة التوافة مقتصرة على عوائل مكية معينة الآن هذه العوائل ما شاء الله كبرت وتوسعت فأصبحوا أنه كثير من أبناء مكة يشتغلوا عند أصحاب المؤسسات هذه طيب لو جينا نتكلم عن الشروط التي يجب توفرها في الشخص اللي هو يعني لازم يشتغل في مؤسسة مثل مؤسسات التوافة ديما تفضلتي الآن يعني منسوبين أرباب الطواف من مطوفين ومطوفات يعني أعداد ضخمة حقيقة تجاوزة تمكن 15 ألف ومع ذلك اللي قدموا خدماتهم للحجاج لكن ما في شك كل أهل مكة أو معظم أهل مكة من رجال ونساء وأهل المدينة حتى لو ما كنا مطوفين بيساهموا في خدمة الحجاج هو عمل جماعي عمل مشترك كل أهل مكة هم مساهمين ومشاركين في خدمة الحجاج يعني ليس فقط المطوفين لوحدهم وهذا شرف شرفهم الله سبحانه وتعالى شرف أهل مكة جميعا بهذه الخدمة فالكل يسعى لنيل هذا الشرف ونيل الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى أصبح هناك يعني تمازج وتكامل من كافة الفئات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى في جدة في كل منافذ الدخول بيشاركوا عداد كبيرة في خدمة الحجاج لم يصبح المطوفين فقط هما من يقدم هذه الخدمة طبعا العداد كبيرة لا يستطيع المطوفين وحدهم إنما الجميع هم شركاء في هذه الخدمة أكيد لو جينا نتكلم عن أنت يعني يمكن مع زيادة عدد الحجاج ومواكبة رؤية المملكة عشرين ثلاثين في زيادة هذا العدد هل لدى مؤسسة أرباب الطوائف يعني خطة في زيادة الأعداد هذه مواكبة للرؤية ما في شك طبعا مؤسسات أرباب الطوائف هي تحت إشراف وزارة الحج وزارة الحج هي من الجهات الحكومية يعني لها جزء وهداف في الرؤية يجب تحقيقها جزء من هذه الأهداف الرؤية هي تختص بمؤسسات أرباب الطوائف فكل مؤسسات أرباب الطوائف وكل القطاعات حقيقة وضعت خططها وشاركت المؤسسات وشاركت المطوفون وأصحاب الخبرة في مجال الطوائف في ويرش عمل وندوات في هذا المجال نعم أستاذ زهير أنا شاكرة جدا حضورك معنا والله يعطيكم العافية على كل ما تقدموه لخدمة حجاج بيت الله الحرام شكرا لك مشاهدين الكرام أنا أشكركم من هنا من استيديوهات مكة وعودة إلى استيديوهات الرياض والزميلة إيمان الرجب يعطيك العافية يا ريهام وأكيد ضيفك الكريم يعطي العافية وفعلا يعني أعداد كبيرة كما ذكرتي هناك من النساء المطوفات والرجال أيضا يعملنا أو يعمل بشكل دائم ومستمر بشكل حديث لخدمة حجاج بيت الله الحرام أكيد يعني شيء مشرف أكيد خدمة حجاج بيت الله الحرام يعطيك ألف عافية وننتظر منك كل ما هو جديد شكرا لك كمان أكيد الشكر موصول يعني لكم أنتم يعني في تغطية هذه الجهود يعطيكم ألف عافية شكرا لك ولطاقة مع عمل مكة المكرمة شكرا لكم وبهذا مشاهدين الكرام أكيد نكون وصلنا لختام حلقتنا كل يوم مواضعنا متجددة لكم ولكل أفراد الأسرة لا سيما في هذا الموسم موسم الحج تقبل الله من الجميع نلقاكم غدا على خير بمشيئة الله إلى اللقاء الحج أشهر معلوم